اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل هذه الميزة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها على تطبيقك الخاص شريط ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تأتي إلى الأسفل تضغط على أنا هنا في الأسفل ثم يأخذك إلى نافذات البروفايل في هذه النافذة الخاصة هنا تأتي إلى الأعلى تضغط على علامة الإعدادات في الأعلى هنا ثم يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا للإعدادات بعد ذلك مباشرة نضغط هنا على النقل ثم يأخذنا إلى نافذات النقل في هذه النافذة الخاصة هنا نأتي إلى قناة النقل نضغط عليه ثم نأتي إلى هنا قناوات مزدوجة نضغط عليها ثم تضغط على موافق وهنا تم تفعيل هذه الميزة على تطبيقك الخاص شريط وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا اشتراك والضغط على الزل لايك ونالزاقي في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر